أهل الدنيا مساكين خرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها أحلى ما فيها ذكر الله عز وجل والأنس به تلذذ بطاعته هذا هو أحلى ما في الدنيا ما هو أحلى ما في الدنيا القصور والخدم والأموال والأرصداء والحدائق لا ما هو هذا أحلى ما في الدنيا ربما أن الإنسان يملك الملايين والقصور المشيدة وعندها العطعمة اللذيذة ولكنه في هم وغم يعيش قلقا والعياب بالله في سجن من همومه وأحزانه أما الفقير المنيب إلى الله فهو في جنة ولو ما عنده شيء لأنه يعيش بالله عز وجل متعلق بحب الله عز وجل ولهذا يقول بعض الصالحين لو يعلموا الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجال دون عليه بالسيوف أبناء الملوك يبحثون عن الرفاهة ولكنهم ما ذاقوا الرفاهة الصحيحة هو يذكر الله والتلذذ بذكره وطاعته والعمل نعم موسيقى موسيقى